أكرتم أن مريم عليه السلام لم يوحى إليها سوى وحي إلهام نعم ما ورد في القرآن الكريم أن هناك من نداها من الأسفل نعم أنهزي إليك بجذع النخلة نعم هل هذا إلهام أيضا؟ نعم هذا وإنما هو صوت الملك نعم صوت من الملك هناك قول عند بعض المفسرين بأن الله تبارك وتعالى أسمعها هذا الصوت وقيل إنما هو صوت الملك الذي جاءها بالبشارة ونجد في القرآن الكريم أن الله عز وجل أوحى وحي إلهام أصل الوحي الصوت الخفي نعم فنجده في قصة أم موسى ونجده في وصف ما حصل لمريم أم عيسى عليه السلام ونجده في الإيحاء إلى النحل فمعنى الوحي إنما هو من حيث الحقيقة الصوت الخفي ومن هذا المعنى اللغوي كان الاشتقاق الإصطلاحي لوحي النبوة ومنه عموم الوحي المأخوذ من المعنى اللغوي موسيقى شكرا